موسيقى متابعين الكرام في المنوك العربية السعودية أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث بها عن متابع الأحوال الجوية السائدة ومن ثم سنتحدث عن توقعات الأمطار والغبار خلال الأيام القادمة ومن ثم توصيات وتنبيهات بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة نبدأ دائما نشرتنا الجوية بمتابعة لآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي تشير لتواجد كميات من السحب والغيوم الرعدية الممطرة في مناطق جازان وأجزاء حتى من مناطق نجران والتي جلبت أيضا أمطار غزيرة عصر ومساحة اليوم وكانت هذه الأمطار أيضا التي تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في تلك المناطق باقي مناطق تقريبا المملكة خالية تنبيه أي تواجد للسحب والغيوم سوى مناطق في الربع الخالي هناك تشكلات للسحب أيضا الممطرة في تلك المناطق فيما إذا أخذنا آخر توقعات المحاكاة الحسوبية للأمطار فلنراحظ أنها رصلت وجود هذه الأمطار في المرتفعات في جنوب غرب المملكة وعندما نرى توقعات خلال ساحات الليلة القادمة وصباح يوم الجمعة فنرى أن هناك ما زلنا في بعض الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة وحتى أيضا الأجزاء الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى وهذه الأمطار متواجدة على السواحل الجنوبي الغربي أيضا في بعض المناطق لكن تركيزها يكون أكثر على المرتفعات الجبلية وبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة في مناطق الربع الخالي إذا انتقلنا إلى ساعات ظهيرة وعصر ما غدا نلاحظ أن هناك وجود بتوقعات أمطار شديدة الغزارة فعلى عموم المرتفعات الجبلية في جنوب غرب المملكة مرتفعات أبهى ووصولا حتى إلى مرتفعات الباحة إضافة إلى مرتفعات جازان وامتدادا من المناطق الشرقية باتجاه نجران هذه الأمطار يتوقع أن تكون رعدية الطابعة غزيرة وتؤدي بطبيعة الحال إلى جريان الأودية وتشكل السيول في تلك المناطق بشكل لافت باقي مناطق المنطقة تقريبا خالية من توقعات الأمطار سوى بعض الأمطار الخفيفة في المناطق الجنوبية من المملكة مع ساعات مساء يوم غد الجمعة يتوقع أن تحرك صحب وغيوم باتجاه مناطق جنوب المملكة وأجزاء من مناطق الإحساء وبالتالي يتوقع أن تحط الأمطار في تلك المناطق قد تكون رعدية وتستمر بعض الأمطار الرعدية بالهطول في مناطق جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى ليلة الجمعة لستبت وتوقع أن تتطور الأحوال الجوية في هذه المناطق مناطق قريبة من الإحساء أقصى جنوب العاصمة الرياض وبقاء بعض الأمطار في جنوب غرب المملكة بالإضافة لتطور صحب ممطرة على السواحل المطلة على الخليج العربي قريبا من مدينة الدمام والجبال يتوقع أن تتطور صحب رعدية ممطرة في تلك المناطق ليلة الجمعة على السبت أمطار خفيفة متوقعة في أقصى شمال غرب المملكة نتيجة التقدم منخفض الجوي مع ساعات صباح يوم السبت يتوقع أن تشهد مناطق الشرقية من المناطق المطلة على الخليج العربي حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطولات مطرية رعدية في تلك المناطق تستمر الأمطار بالهطول في جنوب غرب المملكة بعض الأمطار في مناطق الربع الخالي كذلك الأمر يتوقع أن تشهد مناطق شمال غرب المملكة في الجوف وعرعر والسكاكة والقريات والطريف مناطق هذه يتوقع أن تشهد منخفة جوي وهطولا للأمطار وسط انخفاض حاد وكبير جدا على درجات الحارة في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى نهار يوم السبت ظهرا وعصرا يتوقع أن تشهد من جديد فرصة هطول الأمطار في جنوب غرب المملكة مرتفعات أبهى وجزان وعسير تداد إلى مناطق نجران لا يسبعد مرة أخرى تشكل السيول في الأودية والمناطق منخفضة بعض الأمطار المحلية في مرتفعات المدينة المنورة بعض مرتفعات تبوك واستمراري للأمطار في المناطق الشمالية من المملكة الحدود الشمالية تيجي التقدم منخفض جوي أمطار رعدية متوقعة في مناطق قريبة من المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى فيما إذا نظرنا مساء يوم السبت يتوقع أن تشمل الأمطار عموم مناطق جنوب المملكة هناك حزام سحابي ممتر ممتد من مناطق جنوب غرب المملكة باتجاه دولة الإمارات يتوقع حطول بها بعض الأمطار التي قد تكون رعدية الطابة مع أستمرار بعض الأمطار المحلية في المناطق الشمالية من المملكة يشتد ويشتد هذا الحزام الممتر ليلة السبت على الأحد من جديد في هذه المناطق كما تشتد الأمطار من جديد في المناطق المطلة على الخليج العربي إذن هناك حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة فوق المناطق المطلة على الخليج العربي وفي مدينة الدمام والجبال ويتوقع أن تهت الأمطار غزيرة في تلك المناطق كما تلاحظون حتى ساعات صباح يوم الأحد ووجود حزام سحابي ممطر في المناطق الربع الخالي وبعض الأمطار الرعدية في أقصى جنوب غرب المملكة بمشيث لا تعالى فيما ذا انتقلنا لتوقعات حركة الغبار خلال ال72 ساعة القادمة في يوم الخميس مساء بعض الأترب المثارة في المناطق الشمالية من المملكة وبعض المناطق الوسطى والشرقية ولكنها ذات نتقات محدودة خلال ساعات الليلة القادمة تخرج سماء المملكة من تواجد موجات غبارية جديدة في حين كانوا نراحظ غدا الجمعة هناك هبوب لبعض الرياح الغربية نشطة تثير الأترب والرمار على بعض مناطق الشمال الغرب وغرب المملكة امتدان إلى بعض المناطق الوسطى من المملكة بمشيث الله تعالى ولكنها ذات تأثيرات محدودة بوجه العام في حين إذا نظرنا إلى سبت نهارا يتوقع أن تهب رياح شديدة في المناطق الوسطى من المملكة تعمل على إثارة أتربة وربما عواصف ترابية محلية الطابع تتحرك تدريجيا باتجاه شخص تصل إلى القسيم وحائل وربما تصل لاحق ليلة السبت على الأحد إلى مناطق العاصمة الرياض بمشيث الله تعالى إذن توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في الرياض أجواء تكون صافية بوجه العام 18 درجة مئوية أجواء لطيفة في العاصمة الرياض في حين إذا نظرنا الأحوال الجوية متوقع الثلاثة أيام القادمة الجمعة هناك كما ذكرنا فرصة لأمطار محلية خاصة في جنوب العاصمة الرياض 26 درجة مئوية الحرارة العظمى الصغرة 18 السبت أجواء مشمسة 28 درجة مئوية لكنها تتحول إلى مغبرة ليلا إلى 18 درجة مئوية كما ذكرنا هناك موجة من الغبار يتوقع أن تتحرك من المناطق الوسطى إلى المناطق الشرقية ويوم الأحد يطرق انخفاض كبير على درجات الحرارة تنتقل حرارا من 28 إلى 21 حتى أن ليلا تعود الأجواء تصبح باردة على غير المعتاد لمثل هذا الوقت من العام تهبت من 18 إلى 11 ولكن وسط أجواء صافية بوجه العام ننهي نشرتنا الجوية ببعض التوصيات والتنبيهات الهامة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة هناك تنبيه من جريان الأودية وتشكل السيول في العديد من المناطق أيضا هناك تنبيه من الغبار خاصة يوم السبت وأخيرا هناك الانتباه من انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية من المملكة سيما مع وجود هناك تفشي لفايروس كورونا في العديد من دول العالم ندعوكم إلى الانتباه بلبس ملابس تقيلة وأخذ أقصى درجات الاحتياط من هذا البرد القادم من الشمال سيما مناطق بلاد الشام متوقع أن تتأثر بكتلة هوائية قطبية في هذه الفترة إذن هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة بشأن الأحوال الجوية في المملكة دائما تابعونا عبر تحميلكم وتطبيق طقس العرب أو لمتابعتنا عبر اليوتيوب يمكنكم تفعيل زر الاشتراك على الجرس يصلكم كل ما هو جديد دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة